نجلا يبدو أن الأمور تسير نوعاً ما بسلاسة على الأقل في إيربين وبوتشا بضواحي العاصمة كييف كذلك في خاركب في سومي لكن ليس بتلك السلاسة في ماريو بول وضواحيها حيث هناك اتهامات للقوات الروسية من الجنب الأوكراني بعرقلت تسيير الممرات الخضراء نحو زبروجيا وكذلك نحو مناطق أخرى نائب وزير الخارجية الأوكراني قال بأن أو مستشار وزير الخارجية الأوكراني قال بأن السلطات الأوكرانية أرسلت حوالي ثلاثين حافلة وثمانية شاحنات تقل مساعدات وأيضاً لنقل المدنيين العالقين هناك لكن لم تتمكن بسبب وجود استمرار القصف وعمليات إطلاق النار من الجانب الروسي إحدى هذه القذائف كما ورد قبل قليل استهدف القنصلية اليونانية في هذه المدينة مدينة ماريو بول باعتبار أن ماريو بول تقتم بها قوميات يونانية هناك في بداية القصف كان قتل عشرة أشخاص من القومية اليونانية في مدينة ماريو بول الآن القنصلية تم قسفها أو استهدافها أيضاً وفاة طفل بسبب نقص المياه وعدم قدرة المدنيين على الخروج بسبب استمرار إطلاق النار وتبادل الاتهامات من الجانبين الجانب الروسي أيضاً ومعهم الانفصاليين يقولون بأن الجيش الأوكراني هو من يعيق هذه الممرات والمشكلة في ماريو بول باعتبارها ثاني كبرى مذن دونباس هو أن الجانب الروسي يريد نقل المدنيين نحو ما يسمى بجمهورية دانيتس هناك يجري تجنيسهم إما بجنسية هذه الجمهورية التي اعترفت بها موسكو أو بالجنسية الروسية مباشرة كما حصل في السابق وأوكرانيا لا تريد لمواطنيها أن يذهبوا إلى الجانب الآخر ويحصلوا على جنسيات أخرى ربما هذه المشكلة التي تعيق عمليات الإخلاء في هذه المنطقة تحديداً في ماريو بول وزير الدفاع يقول أربعمائة ألف مدني عالقون هناك مستشار وزير الخارجي يقول ثلاثمائة ألف تقديرات أخرى تقول إن عددهم مئتي ألف باعتبار أن ماريو بول قبل الحرب كانت تقتم بها أكثر من مليون نسمة عدد ذلك تستمر تقدم القوات الروسية ولو ببطء شديد كما تقول وزارة الدفاع الأوكرانية خاصة في الجنوب حيث تجاوزت مدينة ميكلايف شمالاً وانحرفت نحو الغرب متجهة إلى حدود مولدافيا وذلك للتذيق أو لمحاصرة ليس مدينة أوديسا فقط بل كامل مقاطعة أوديسا في تلك المنطقة التقدم أيضاً توقف على مستوى المحور الجنوبي الشرقي عند زابروجيا وفي الشمال في خاركيل كذلك ما زالت تجري معارك أيضاً هناك عدة قنسوليات تم استهدافها أو تضررت جراء القص من بينها قنسولية أدربيجان وألبانيا وكذلك سلوفينيا أيضاً تعرض مقر لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار في دونباس قبل الحرب تعرضت هذه المقر البعثة التابعة لمنظمة التعاون الأمن في أوروبا إلى القصف في مدينة ماريو بول ترجمة نانسي قنقر